على قلبي الخبر العجل ده زي العدسة الحية فخمة الرئيس عبد الفتاح السيسي بيتوجه بالتهنئة لفريق الزمالك لحصوله على كاس الكونفدرالي فيعني أنا طبعا أنا بقول لكم كده في السريع يمكن الرئيس بالتأكيد له صياغة محددة يجب أن تقرأ كما هي فأنا مش بقول لك النص الحرفي لتهنئة الرئيس بس يمكن لأنه الموضوع زي ما قولك مش بس يعني جاي على الهواية وفي النهاية الرئيس يهنئ الزمالك دي كبير عندنا كلنا كزمالك وفي النهاية الرئيس يهنئ من موقعه كرئيس جمهورية مصر العربية زي ما كنا دايما بنقول هو رئيس لكل المصريين احنا كنا بنقول الكلام ده زمان في وقت يقولك الاحتقان والاحتدام السياسي لو تتذكروا يعني وكلام ده مش من زمان يعني قوي كلام ده كان من عشر سنين حداشر سنة واحنا بنتكلم 12 سنة في 2012 في عز عز أزمتنا مع التنظيم الإرهابي الإخوان المسلمين إياهم دول كنا دائما نتحدث عن أننا نريد رئيس لكل المصريين ده على الصعيد السياسي نهاردة ألاقي أنه الرئيس دائما الحقيقة عندما يتحرك في أي اتجاه كان عندما يقوم بأي تصريح متعلق بالوضع الداخلي الرئيس عبد الفتاح السياسي دايما رئيس لكل المصريين في الرياضة طبعا وإحنا عارفين الرئيس أصلا يهتم بالرياضة جدا يعني فهتلاقيه بيهني الزمالك باعتباره جزء لا يتجزأ من الرياضة المصرية الرئيس نصا يتوجه بالتهنئة لنادي الزمالك على فوز الرائع اليوم ده كلام الرئيس الرائع اليوم أداء مميز وجهود رائعة تستحق كل التقدير كل التحية لجماهير الزمالك ولكل المصريين ونتمنى مزيدا من النجاح والإنجازات في المستقبل كما أتوجه بتحية التقدير للأداء المشرف للفريق المغربي الشقيق هنا ينتهي أو تنتهي تهنئة الرئيس ربنا يخليك رئيس ويكرمك والله العظيم بجد يعني أنا كراجل من جمهور الزمالك بأنا كده وصلت لتهنئة شكرا يا فندم طيب